موسيقى بالنسبة لصدور الكتاب الأسود من قبل رئيسة الجمهورية نحن بالوضح أننا كنقبة وطنية من أكثر من الأطراف أو الهيئة المهنية التي طالبت بكشف الحقيقة وكشف قائمة المتوردين مع النظام السابق سواء من الإعلاميين أو من مختلف المجالات وقد طالبنا معناها في مراسلات موافقة رئيسة الحكومة، رئيسة الجمهورية ووزارة الداخلية بمنحنا أو بمساعدة نقبة في الاستجابة لطلب الصحفيين خلال مؤتمر 4-5 جوعة 2011 ولكن كانت الإجابة دائما بالرفض وتغاضي عن مراسلات النقبة وتجاهل مراسلات النقبة ثم الآن يأتي هذا الكتاب نحن من حيث المبدأ نثمن أي خطوة تخطوها المؤسسات الرسمية للدولة من أجل كشف منظومة الفساد، منظومة فساد نظام السابق ولكن نتسائل هل من مشمولات الرئيس المصر المرزوقي أن يستفرد بأرشيف على ملك الشعب التونسي خارج إطار تحادلة الانتقالية؟ نعلم في إطار الفوضى والإنفلات أن مواقفنا المبدئية تقرأ على أنها دفاع المتوردين نحن لم ندافع عن أي متورد تفبت إدانته أو دورده مع النظام السابق ولكن نريد لبلدنا أن يكون ديمقراطياً كيف يسمح لنفسي هي وتسمح له لئيس الجمهورية بالإعلان عن هذا الكتاب وبتحدث بكل معناها فاقة في النفس وكأنه خارج منظومة الفساد في قطاع الإعلان اشتركوا في القناة